أعلنت وزارة الإسكان عن طرف وحدات أول أبراج سكانية بمدينة عدائق أكتوبر مشروع فيلي تاورز خلال أيام ومن المقرر أن يتم طرف كرسات الشروط على موقع الموقع التابع لحيئة المجتمعات العمرانية على أن يتم التقسيص بنظام القرعة العلنية تقن أيضا لمصادر مطلعة داخل وزارة الإسكان كشفت لليوم السابع عن سعر المتر في الوحدات المقرر أن يتم طرحها والتي تتراوح بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر الواحد وذلك بأنظمة سادات مختلفة تبدأ من ثلاث سنوات بدون فوائد وخمس سنوات بفوائد تنتهي أيضا بسبع سنوات محملة بفائدة البنك المركزي في هذا الإطار تتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 95 مترا وتصل إلى 100 متر وهذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري وتم الانتهاء منها بشكل كامل خلال الأشهر الماضية تعد هذه الخدمات أول وحدات داخل أبراج سكنية جاهزة للتسليم الفوري تتميز هذه الوحدات أيضا وهي وحدات أبراج مدينة حدائق أكتوبر وذالي تاورز بكونها تقع في موقع فريد من نوعي وذلك داخل مدينة حدائق أكتوبر فضلا عن أنها جاهزة للاستلام الفوري من المقرر أن يصل مبلغ الحجز لمشروع بالي تاورز لـ 150 ألف جنيه ويصل مبلغ مقدم الحجز لـ 20% من قيمة الوحدة ونسب السادات تكون مختلفة وتبدأ بثلاث سنوات وتصل أيضا إلى سبع سنوات يتميز مشروع أبراج حدائق أكتوبر بموقعها الفريد داخل مدينة حدائق أكتوبر فهي تطل على طريق الوحاة وعلى بعد دقيقة واحدة من الطريق الدائري وأيضا الطريق السياحي وخمسة دقائق من الدائري الأوسطي وأربعة دقائق من مول مصر ومدينة الإنتاج الأعلامي حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرف الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع فيلي تاورز وذلك بمدينة حدائق أكتوبر كما ذكرنا كل هذا في إطار جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان واجهتها المختلفة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة بالحصول على الوحدات السكنية المناسبة تعتمد أيضا سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية وتعتمد على ثلاثة محاور وهي إتاحة الوحدات الفخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقية ومساند أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم ودعم أيضا شريحة محدود الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة من خلال هامش الربحة الذي تحصل عليه الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية وقال أيضا دكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات المشرف على مكتب وزير الإسكان إن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع بيلي تاورز في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر على طريق الوحاة وأيضا بالقرب من المتحف المصري وتطول بشكل مباشر على الأهرامات تتراوح مساحتها بين خمسة وتسعين ومائة متر مربع سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل شروط الطرح وأيضا أسطوب الحجز وأسعار الوحدات وأيضا أنظمة السداد أضاف في هذا الإطار الدكتور وليد عباس أن ارتفاع البرج يصل إلى ثلاثين مترا موضحا أن عدد الأبراج الجاري تنفيذها يصل إلى أربعة وسبعين برجا يتكون كل برج من أرض وتسعة أدوار لافتا إلى أن هذه الارتفاعات لم يتم تنفيذها في المدينة من قبل أوضح أيضا أن المشروع يتضمن مباني خدمية منها مدرسة وحضنات وملاعب خمسية ووحدات إدارية لتوفير جميع الخدمات اللازمة للسكان ووضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرافق واللانسكيب بشكل كامل فضلا عن انتهاء المشروع بنسبة 100% وأشار أيضا إلى أن المشروع يمتاز بالخصوصية فضلا عن الموقع المتميز والذي يقع بين طريقي الوحات والفيوم وعلى بعد الثلاثة دقائق من منطقة حضائق الأهرام وسبع دقائق من ميدان الرماية مشيرا إلى أن الوحدات السكانية تم تشطبها على أعلى مستوى وتم فرش وحدة لتكون نموذج لكافية استقلال جميع المساحات داخل الغرف قال أيضا أن المشروع سيحاط بسياج من الشجر بحيث يتم توفير نوعا من الخصوصية لسكان المشروع كل هذا بالإضافة إلى أنه سيتم توفير خطوط نقل لربط المشروع بمحافظة الجيزة وأيضا مدن أكتوبر وزايد وكذلك خطوط نقل لربط المشاريع بمحافظة القاهرة إذن مشاهدين الكرام كانت هذه كل تفاصيل طرح وحدات عدائق أكتوبر ومشروع فيلي تاورز وذلك خلال أيام بكل تأكيد نوفي حضراتكم بكل التفاصيل فور وصولها إلينا شكرا جزيلا على المتابعة دمتم في أمان الله وكونوا معنا دائما على مدار الساعة شكرا جزيلا على المتابعة